السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز الصيام بنية قضاء الحاجة وفك الكرب السؤال دوته كأنه بيسأل هل يجوز اننا أصوم وكأني أتوسل إلى الله بالصيام ده انه هو يفك حاجتي طبعا ليه طيب لان حديث الثلاثة الذين كانوا في الكرب كانوا في كرب الغار إيه اللي حاصل هم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيه بالعمل الصالح ولا شك الصوم من أجل ومن أعلى العمل الصالح لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به آه يجوز ان الواحد يصوم بنية فك الكرب وإزالة الهم والغم وده أخذنا من إيه من حديث السلاسة الذين حبسوا في الغار واحد منهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لصاحبها يبقى إيه اللي حاصل توسلوا بالعمل الصالح لكي يفرج الله عنهم فأجوز التوسل بالعمل الصالح اللي هو الصيام عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرج يفك الكرب وكمان يسد الحاجة سبحانه وتعالى وإذا كان الكلام أنه كمان هل يجوز أن أنا أصوم في غير رمضان ويكون الصيام ده عنده دعوة مستجابة لما أجي أفطر آه نعم لأن الحديث جاء مطلقا لم يقل الصائم في رمضان قال الصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي فالتفسير اللي فسروا العلماء فرحة عند فطري إنه عنده دعوة مستجابة عند فطري فيجوز أن يكون معنا السؤال ده إذا كنت أنصوم وإذا كنت أصوم حتى لو صوم نفر لو دعوت عند الإفطار الدعوة تكون مستجابة نعم لأن الحديث عام يبقى إذن لو كان المقصود هل يجوز أن أنا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح زي ما توسل أصحاب الغار نعم يجوز أن أنا أتوسل بالصيام بالعكس من أجل ما يتوسل به عند الله سبحانه وتعالى إذا كان السؤال بقى هل هتكون الدعوة مستجابة عند الإفطار كما تكون الدعوة مستجابة في رمضان الحديث عام ولم يخصص برمضان فإذن يجوز يكون معناه كده ويجوز ما يكون معناه كده ومتحقق المعنى ده إن شاء الله في الاتنين